وقتل من 1100 إلى 2000 لبناني كلهم من المدنيين غير من قتل من الفلسطينيين الجيش السوري بدوره لم يكن يفكر في أي مواجهة مع اليهود أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عقود من تاريخ سوريا المعاصر حديثنا لهذا اليوم عن الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان في عام 1978 هذا الاجتياح يعرف أحيانا في وسائل الإعلام بعملية لطاني نسبة إلى نهر لطاني في لبنان والذي شكل نقطة الفصل في مرحلة من مراحل العملية في الحقيقة كانت العمليات الفدائية نشطة تجاه الغزاة الصهيونة طيلة فترة السبعينات ومن ذلك على سبيل المثال في 15 مايو أيار 1974 قام أعضاء من الجبهة الديمقراطية لتحرير الفلسطينيين في عملية فدائية في بلدة معلوت الحدودية الصهيونية انطلقوا من لبنان وقتلوا حوالي 22 طالب ضابط صهيوني قبل أن يقتلهم جيش الاحتلال الصهيوني في عملية سميت مذبحة معلوت وفي عملية سافوي التي حدثت في ليلة الرابع من آذار 1975 سافر ثمانية فدائيين من منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى تل أبيب بحرا في عملية فدائية في زورق مطاطي ودخلوا فيندق سافوي واحتجزوا عشرات الرهائن أثناء مهمة الإنقاذ الذي قام بها العدو قتل ثلاث جنود من جيش الاحتلال الصهيوني وجرح ثمانية رهائن ثم تراجع رجال منظمة التحرير الفلسطينية إلى غرفة خلفية وحاولوا تفجير أنفسهم فقتلوا ثمانية رهائن وجرحوا أحد عشر رهينة بالإضافة إلى قتل السبعة الفدائيين من منظمة التحرير الفلسطينية وفي العملية الأخيرة قبل الاشتياح والمعروفة باسم عملية كمال عدوان والتي حدثت في 11 آذار 1978 سافر 11 شابا من عضاء حركة فتح بقيادة الفتاة دلال المغربي البلغة من العمر 19 عاما انطلقوا من لبنان في عملية فدائية قتلوا سائحا أمريكيا على الشواطئ الفلسطينية ثم اختطفوا حافلة على الطريق الساحي لقرب حيفا وفي الطريق إلى تل أبي باستولوا على حافلة ثانية بعد مطارضة طويلة وأطلاق نار مكثف قتل في هذه العملية 37 إسرائيليا وجرحى 76 آخر كانت هذه العملية هي السبب المباشر للاجتياح الصهيوني بعد ثلاثة أيام ففي 14 آذار 1978 بدأ الكيان الصهيوني العملية المسمى عملية الليطاني محتلا منطقة جنوب نهر الليطاني باستثناء صور طبعا بأكثر من 25 ألف جندي صهيوني كانت أهداف العملية المعلنة هي طرد مجموعة الفدائيين الفلسطينيين خصوصا من منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن حدود الكيان الصهيوني أثناء الهجوم الذي استمر لمدة سبعة أيام احتل جيش الاحتلال الصهيوني أولا حزاما من الأرض بعمق 10 كيلومتر تقريبا لكنه توسع لاحقا باتجاه الشمال إلى حدود نهر الليطاني وقد قدرت الحكومة الليطانية أن حوالي 285 ألف لبناني قد أصبحوا لاجئين بسبب هذه العملية وقتل من 1100 إلى 2000 لبناني كلهم من المدنيين غير من قتل من الفلسطينيين ردا على الغزو أصدر مجلس الأمن الدولي التابع لأمم المتحدة القرار رقم 425 والقرار رقم 426 داعيا إلى انسحاب القوات الصهيونية من لبنان وتم تشكيل قوة لفصل القوات عرفت باسم اليونفيل كان غرضها الفصل بين القوات والحفاظ على سيادة لبنان وصلت قوات اليونفيل إلى لبنان في 23 آذار 1978 لتتخذ مقرا لها في منطقة الناقورة بعد ذلك انسحبت القوات الإسرائيلية من بعض المواقع وسلمتها إلى حليفها الماروني الرائد سعد حداد الذي أسس بالتعاون مع الصهيونة ميليشيات ما يسمى جيش لبنان الجنوبي في بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 كان أغلب أعضاء هذا الجيش من اللبنانيين المسيحيين وخصوصا الموارد بعد الاجتياح توسعت مناطق سيطرة هذا التشكيل والذي يعتبره مجموعة من عملاء الصهيونة بحكم السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال وقامت هذه الميليشيا بالاشتباك مع قوات التحرير الفلسطينية طبعا كان أول قائد لهذا الجيش هو الرائد سعد حداد كما ذكرنا في 84 بعد ست سبع سنين توفي بمرض السرطان فخلفه قائد آخر اسمه أنطوان لحد وصل عدد قوات هذا الجيش في عهد أنطوان لحد إلى بحدود ستة آلاف جندي ظل أفراد جيش لبنان الجنوبي كميليشيا عميلة يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية حتى عام 1990 وفي مايو من سنة 2000 انسحبت القوات الصهيونية من المنطقة في جنوب لبنان بالكامل وتخلت عن ميليشيا جيش لبنان الجنوبي المذكور فهرب أعضاؤه قسم منهم إلى إسرائيل وقسم منهم إلى أوروبا بينما سلم بعضهم الآخر نفسه أو أخذوا كمعتقلين على يد حزب الله الذي سلمهم بدوره إلى السلطات القضائية اللبنانية حيث تمت محكمتهم عارضت بعض الفصائل من حركة المقاومة الفلسطينية الاتفاق وحاولت خرق وقف إطلاق النار بالتعاون الخفي مع الاستخبارات السورية ورجالاتها من الفلسطينيين أمثال تنظيم أبو نضال لكن قيادة منظمة التحرير منعت ذلك لما له من آثار سلبية كبيرة عليها في ذلك الوقت الجيش السوري بدوره لم يكن يفكر في أي مواجهة مع اليهود إنما كان يعمل على تطويع كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية لرغباته ومخططاته ويستهدف كل من يخرج عن أوامره وتوجيهاته لذا قصف هذا الجيش القوات اللبنانية المارونية التي كانت حليفة له تمام؟ في منطقة تل الزعتر يقول القيادة الفلسطيني جورج هاوي لقد ساد اعتقاد عند البعض في البداية بأن الدخول السوري إلى لبنان هو وسيلة تخفيف من العامل الإسرائيلي لكن العكسر هو الصحيح فالدخول السوري زاد من حدة العامل الإسرائيلي إلى أن وصل تدخل إسرائيلي في أول مرة لاحتلال قسم من جنوب لبنان في عام 1978 ثم وصل في عام 1982 إلى بيروت الانسحاب الإسرائيلي طبعا إسرائيل لم تنفذ القرارات 425 و426 بشكل كامل إلا في عام 2000 حيث خلص مجلس الأمن التابع لأمم التحدى إلى أنه اعتبارا من 16 يوليو 2000 كانت إسرائيل قد سحبت كافة قواتها من لبنان بحسب القرارين المذكورين لكن الدولة اللبنانية لم تقم بنشر سيطرتها على جنوب لبنان على الرغم من أن القرار رقم 1391 الصادر عام 2002 يعطي الحق بل ويلزم لبنان بإحلال جيش لبناني محل القوات الصهيونية وتقدمت إسرائيل بشكل الأمم المتحدة بسبب ذلك طيب هنا لابد من التنويه أنه ما منع الدولة اللبنانية من نشر قواتها في الجنوب هو ظهور حزب الله الشيعي اللبناني على الساحة في عام 1982 برعاية سورية إيرانية وقد شكل هذا الحزب ميليشيا عسكرية سيطرت على الجنوب بعد انسحاب الفلسطينيين وبالتالي لم تتمكن الدولة اللبنانية من نشر الجيش اللبناني في الجنوب من جهة ثانية فقد اعتبر حزب الله نفسه أنه هو الذي أخرج الكيان الصهيوني من جنوب لبنان وأجبره على تنفيذ القرار 425 رغم أن الانسحاب الصهيوني كان مصلحة يهودية خالصة بما فيها إظهار حزب الله بأنه قوة لا يستهان بها حلت محل الوجود الفلسطيني في الجنوب اللبناني الأحداث في لبنان تتوالى والدور السوري الإجرامي سيظهر جليا في الأحداث القادمة فانتظرونا في حلقات قادمة لمعرفة المزيد ترجمة نانسي قنقر